ثلاث رأسات ألبوا الساحل الشرير بحركتهم اللي بيحبها الجمهور ده حتى البدل بتاعتهم بتكشف المصطور والثلاثة حلهم اتبدل خالص وخرجوا من صهارات الملاهي الليلية ويصحبوا البصات من دينا وصفي ناز اللي شكلهم كده راحت عليهم دول بيطلقوا على المصرح والجمهور بيتفاعل معهم ويتصوروا وعملوا شهرة كبيرة والمسؤولين عن الحفلات في الساحل الشرير بيحطوهم نمرأولة علشان مطلوبين بالاسم يترى منهما الرأسات التلاتة اللي نقلوا من الملاهي الليلية للساحل الشرير وقدروا يسحبوا البصات من دينا وصفي ناز أعوزين تعرفوا منهما خليكم معايا في الفيديو ده وهتعرفوا كل التفاصيل والساحل اللي بيعملوها بكام وليبقوا وكلين الجو في الساحل وإعلاقة عمر كمال مع واحدة منهم جلبين نعرف كل التفاصيل الأجواء في الساحل الشمالي اليومين دول نار يا حبيبي نار الناس بتصيف والنجوم بيعملوا حفلات خاصة وبيرقصوا ويغنوا ويدلعوا نفسهم وعلشان السهرات تحلى لازم يكون في رقصات موجودين في الحفلات دي علشان كل حاجة تبقى فل شمعة من وراء وطبعا كل حاجة بنشوفها في الفيديوهات للسوشيال ميديا خلت الناس اللي مش بيصيفوا هناك بقوا هناك وهم بيتفرقوا وشوفنا الأيام دي رقصات تشهروا وبقى اسموهم متصدر الترند وعلشان كده هنشوف مع بعض كل التفاصيل الناس بتسأل عن صافينا زودين الرقصة أصلهم دول 10 اسمين في مصر كم سنة اللي فاتوا ده حتى لما لورديانا ظهرت ما قدرتش تبقى نمبر وان ولا حاجة ويا دوب خدت الترند وقتها وراحت لحالها وعلشان كده الكلام والسأل عن نمبر وان الحقيقيين اللي ما بقوش يظهروا زي الأول والطلب عليهم بقى محدود فاكرين لما كنا بنشوف صافينا زودين بينفسوا بعض مين تطلع النمرة دي ومين تاخد الفرح ده وكله VIP بس دلوقت الشغل بقى موجود معاهم عادي بس مش زي الأول علشان حرية وبوسي وبدرة لاهفوا كل حاجة لصالحهم وتحولوا النجمة الرأس في السحل الشغير وحكايتهم بقت حكاية الغريبة بقى أن صافيناس بقت بتواجه انتقدات غريبة من نوعها وبقى رأسها مش عاجب الناس كتير ولما بتنشر فيديو على حسابها في انستجرام الناس بتنتقدها في التعليقات وبيقولوا هي بتتخنق ولا ايه عاكس دينا اللي لسه فعلا محافظة على رأسها وطريقتها ولها جمهورها بس الطبيعي بقى أني لازم تظهر رأسات جديدة ما هي مش هتاخد زمنها وزمن غيرها يعني حرية دي بقى الناس بتسميها رأسة السحل الشغير بسيطرة على قلوب الكل هي مصرية وشايفة نفسها فنانة استعرضية وبتفكر تدخل الوسط الفني وتمثل في مسلسلات كتير الفطرة اللي جاية حسابها في انستجرام وصل 120 ألف متابعة الغريبة بقى أنها رغم جرئتها طلعت في لقاء وكشفت اللي محدش هيصدقه قالت أنا بتكسب في الحقيقة بس لما بطلع المصرح بشوفي أن ده شغلي وبعمله وبالنسبة لها الرأس ده فن مش فرق معها انتقادات ولا غيره ساعتها بعد ما كانت في الملايين الليلية والأفراح العادية والتي بتوصل 20 ألف جنيه دلوقتي ساعتها وصلت 80 ألف جنيه ويعالم يمكن تزيد وتقبط بالدولار كمان ياسمين سامي أو الراقصة بوسي زي ما هي مشهورة كده عاملن نفسها جو جامد على السوشيال ميديا ومع كل رأسة ليها بتنشر صور على السوشيال ميديا بتقول إنها كانت مش معروفة وبترقص في الملايين الليلية وفي يوم أعمر كمال كان بيعمل حفلة هناك اتفق معها يجب لها شغل في القاعات والأفراح وليها نسبة وده اللي حصل أعمر حطها على الطريق وهي نصحة طورت من نفسها والشغل بقى يجيب شغل ودلوقتي السحل الشرير هو ملعبها كمان ظهرت مع أعمر كمال في فيديو كليب أغنية الجديدة السخان التالتة بقى تبقى بدرة جمال ومن يومين ثلاثة كده كانت عاملة حفلة مع حسن شاكوش في الساحل موهبتها معدية الحدود تخيلوا إنها بترق الزومبا كمان والجمهور بيحبها جدا وعلشان هي مميزة عن حرية وبوسي بقى صوتها مسمع وحسن شاكوش بقى هو أكتر واحد بيطلبها في حفلاته وتقريبا كده تبناها المتابعين لها على انستجرام قربوا على المليون ودي تقريبا أكتر واحدة الجمهور بيحبها على السوشيال ميديا وكمان متفاعل معها ترجمة نانسي قنقر